رأى مراقبون أن الإطار التنسيقي تمرد على الاتفاقات التي صوت عليها مجلس النواب وبيّنوا أن حكومة السوداني وقعت تحت تأثير أطراف بداخل الإطار لا تريد في هذا الوقت بالتحديد أن تكون هناك علاقة جيدة بين بغداد وأربيل لافتاً إلى أن هذه الأطراف بدأ تأثيرها على الحكومة وحتى مؤسساتها ولاسيما وزارة المالية المعنية بملف الاستحقاقات المالية للإقليم وأشاروا إلى أن هذا التأثير السياسي هو من ساهم بعدم تنفيذ هذه الاتفاقيات خصوصاً أن أطراف مؤثرة داخل التشكيل الحكومية فيما يبدو بأنها متطرفة بشكل كبير تحاول أن لا يكون هناك تنفيذ لالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان وأقر بوجود تأثيرات خارجية خصوصاً أن إقليم كردستان يواجه تحديات من قبل دول إقليمية تعمل على عدم حصوله على استحقاقاته وحقوقه